ترجمة نانسي قنقر منتجات محلية ذات جودة عالية تقوم عليها أين بحرينية تعمل على مدار الساعة لتوفير الدجاج الطازج فمع افتتاح المفرخة الجديدة لشركة دلم للدواجن تضعف الإنتاج بالتعاون مع مربي الدجاج اللاحم لتقضية احتياجات السوق المحلية طوال أيام الشهر الفضيل حريصون جدا على توفير الدجاج الطازج في الأسواق بكميات جيدة في جميع شهر السنة وبالخصوص في شهر رمضان المبارك فرتبنا في الشهر الكريم أن نزيد زيدنا الإنتاج بنسبة 25% ليتناسب مع حجم الطلب وطبيعة الاستهلاك في الشهر الكريم المفرخة الجديدة أحدثت نقلة نوعية في القدرة على زيادة الإنتاج وتنوعه حاليا بدأنا في إنتاج أعلى بنسبة 33% مقارنة بالمفرخة القديمة وهذه في المرحلة الأولى أما في المرحلة الثانية إن شاء الله في طاقة إنتاجية أعلى بنسبة 55% بالمقارنة مع المفرخة القديمة مزارع الدواجن في البحرين تعمل بكامل طاقتها بعد توزيع أعداد كافية من الصيصان ضمن خطة الشركة الموسمية لاستقبال شهر رمضان المبارك بهدف زيادة الدورة الإنتاجية للمزارع لتلبية وتقضية حاجة المستهلكين بتوفير كميات كافية من الدواجن الطازجة في السوق المحلية شركاءنا في العمل في صناعة الدواجن وهم المربين الدجاج المحليين طبعا هم يلعبون دور كبير في الشركة ويعني من تأسيس الشركة صار لهم أكثر من 40 سنة هم شركاءنا في العمل أما بالنسبة إلى إنتاج الدجاج المجمد وتسويقه في السوق المحلي علاوة على الدجاج الطازج خط الإنتاج الجديد والتوسعة التي قامت بها الشركة لتقدم للمستهلك منتجات متنوعة من الدجاج الطازج المباهر والمجمد جاءت بعد دراسة وافية لتقطية احتياجات السوق المحلية والوفاء بمتطلباته في هذه الأيام المباركة تأتي خطة الشركة التوسعية ورفع نسبة الإنتاج لتؤكد على حرصها المتواصل على توفير منتج محلي طازج وذو جودة عالية ليكون لها دور في تحقيق أمن قذائي جيد للوفاء بمتطلبات السوق المحلية ومضاعفة الإنتاج في هذه الأيام المباركة خولة لكرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة